اهلا بكم اعزائي الطلاب في خدمة دروس موضوع درسنا لهذا اليوم ضرب الكسور من دروس الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات سنتعلم اليوم طريقة ضرب الكسور اعزائي الطلاب تعلمنا في الدرس السابق طريقة ضرب الكسرين واحد على اثنان ضرب الكسر واحد على ثلاثة باستعمال النماذج تعالوا نتذكر معنا الآن لاحظوا نريد الآن أن نمثل الكسر نصف نقوم بتجزئة هذا الشكل إلى جزئين متطابقين ثم نضلل باللون الأصفر الجزء الذي يمثل نصف بعد ذلك نقوم بتمثيل الكسر واحد على ثلاثة او ثلث الآن نقوم بتجزئة هذا الشكل إلى ثلاثة اجزاء متطابقة ثم نضلل باللون الأزرق الجزء الذي يمثل الكسر ثلث الآن نريد أن نوجد حاصل ضرب هذين الكسرين باستعمال النماذج نتذكر نعم أحسنتم نضع النماذج الآن واللونين حوق بعضهما لنحصل باللون الأخضر على الناتج الناتج هنا يساوي سدس أو واحد على ستة إذن ماذا نلاحظ هنا بالنسبة للكسر الأول والكسر الثاني هنا البسط واحد مضروبا في البسط هنا في الكسر الثاني لو ضربنا واحد ضرب واحد أحسنتم يعطيني واحد لاحظوا أنه نفس البسط في الناتج الآن لو ضربنا المقام في الكسر الأول مضروبا في المقام في الكسر الثاني اثنان ضرب ثلاثة كم يساوي أحسنتم سيعطيني هنا المقام ستة إذن ما هي القاعدة لضرب كسرين تذكر نعم أحسنتم لضرب كسرين فإننا نتبع الطريقة التالية لاحظوا هنا هذين الكسرين اثنان على ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة نتذكر الطريقة ماذا نفعل أحسنتم أولا اضرب البسطين البسط في الكسر الأول اثنان مضروبا في البسط في الكسر الثاني واحد اثنان ضرب واحد بعد ذلك ماذا نفعل أحسنتم اضرب المقامين المقام في الكسر الأول ثلاثة مضروبا في المقام في الكسر الثاني أربعة إذن نضرب ثلاثة في أربعة بعد ذلك ماذا نفعل؟ نعم أكتب الناتج في أبسط صورة أحسنتم دعونا الآن نضرب اثنان في واحد يساوي اثنان وثلاثة ضرب أربعة في المقام يساوي اثنى عشر اثنان على اثنى عشر هل الناتج هنا في أبسط صورة؟ إذن نحتاج أن نبسط لاحظوا هنا أننا نكتب الناتج دائما في أبسط صورة إذن ماذا نفعل؟ نعم أحسنتم نقسم البسط والمقام على العدد اثنان تعالوا بنا هنا اثنان قسمة اثنان يساوي واحد واثنى عشر هنا قسمة اثنان يساوي ستة إذن حصلنا على الناتج واحد على ستة أحسنتم عزيزي الطلاب تذكر الخطوات حتى نطبق ذلك في الأمثلة والتمارين القادمة اضرب البسطين ثم اضرب المقامين ثم اكتب الناتج في أبسط صورة هيا بنا الآن لنحل الأمثلة والتمارين معا اقرأوا معي عزيزي الطلاب هذا المثال اوجد ناتج ثلاثة على سبعة مضروبا في ثلاثة على خمسة اذا نلاحظ هنا ضرب كسرين كيف نستطيع إيجاد الحل؟ نعم أحسنتم سنضرب البسطين أولا هنا البسط ثلاثة مضروبا في البسط ثلاثة ثلاثة ضرب ثلاثة بعد ذلك نضرب المقام سبعة في المقام خمسة اذا نضرب المقامين الآن سبعة في خمسة ثم نوجد الناتج ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة وسبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثون إذن حاصل ضرب ثلاثة على سبعة مضروبا في ثلاثة على خمسة يساوي الناتج في أبسط أسورة تسعة على خمسة وثلاثون أحسنتم أعزائي الطلاب هيا بنا نقرأ هذا المثال أوجد ناتج حاصل ضرب واحد على ستة مضروبا في اثنان على سبعة إذن عملية ضرب كسرين كيف نستطيع إيجاد الحل؟ أحسنتم نضرب البسطين إذن نضرب هنا واحد مضروبا في اثنان ثم نضرب المقامات ستة مضروبا في سبعة الآن نوجد الناتج واحد ضرب اثنان أحسنتم يساوي الناتج اثنان وستة في سبعة يساوي اثنان وأربعون هل الناتج هنا في أبسط صورة؟ نحتاج أن نبسط كيف نبسط؟ فكروا أحسنتم في قسمة البسط والمقام على العدد اثنان دعونا نبسط الآن هنا اثنان تقسيم اثنان يساوي واحد واثنان وأربعون تقسيم اثنان يساوي واحد وعشرون إذن الناتج في أبسط صورة يساوي واحد على واحد وعشرون أحسنتم أعزائي الطلاب ونلاحظ هنا أن نحتاج جدل الضرب في كل عملية فلا تنسوا أن تحفظوه جيدا هيا بنا أعزائي الطلاب نقرأ هذا المثال أوجد ناتج ثلاثة على أربع مضروبا في ثلاثة على عشرة ماذا نفعل؟ أحسنتم أولا نضرب البسطين ثلاثة مضروبا في ثلاثة ثم بعد ذلك نضرب المقامين أربع مضروبا في عشرة ثم بعد ذلك نوجد الناتج أوجدوا معي الناتج الآن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة وأربع ضرب عشرة يساوي أربعون إذن الناتج تسعة على أربعون والناتج هنا نعم في أبسط صورة أحسنتم هيا بنا عزائي الطلاب نقرأ هذا التدريب أوجد ناتج ثلاثة على أربعة ضرب أربعة ماذا نلاحظ هنا؟ نعم نلاحظ كسر مضروبا في عدد كلي كيف نستطيع إيجاد ناتج هذه العملية؟ فكروا معي من يذكرنا؟ أحسنتم نقوم بكتابة العدد الكلي في صورة أربعة على واحد إذن هنا العدد الكلي سنجعله في البسط ونضع في المقام واحد تعالوا بنا نكتب الآن ثلاثة على أربعة مضروبا في أربعة على واحد نلاحظ هنا أن وضعنا واحد إذن عندما نضرب كسر مضروبا في عدد كلي نكتب العدد الكلي في صورة أربعة على واحد الآن نوجد حاصل ضرب هذين الكسرين ماذا نفعل؟ أحسنتم نضرب البسط في البسط وأيضا نضرب المقام في المقام ثلاثة ضرب أربعة وهنا أربعة ضرب واحد نوجد الناتج الآن ثلاثة ضرب أربعة أحسنتم يساوي إثنى عشر وأربعة ضرب واحد يساوي أربعة هل الناتج في أبسط صورة؟ فكروا معي نعم نحتاج أن نبسط وذلك بقسمة البسط على المقام نقسم الآن إثنى عشر تقسيم أربعة كم يساوي الناتج؟ أحسنتم يساوي ثلاثة إذن الناتج يساوي ثلاثة نتذكر عند ضرب الكسر في عدد كلي نكتب العدد الكلي في صورة العدد على واحد ثم نوجد حاصل ضرب الكسرين أحسنتم عزيزي الطلاب هيا بنا نقرأ هذا التدريب أوجد ناتج خمسة ضرب ثلاثة على خمسة عشر ماذا نلاحظ؟ أحسنتم عدد كلي مضروبا في كسر إذن نحتاج أحسنتم أن نجعل الخمسة هنا على واحد إذن نكتب العدد في صورة خمسة على واحد ضرب ثلاثة على خمسة عشر بعد ذلك ماذا نفعل؟ فكروا نضرب البسطين ثلاثة ضرب خمسة ونضرب هنا المقامين واحد ضرب خمسة عشر يساوي الناتج خمسة عشر على خمسة عشر هل الناتج في أبسط صورة؟ نحتاج أن نبسط يا ترى ما هو التبسط هنا؟ خمسة عشر تقسيم خمسة عشر يساوي أحسنتم يساوي واحد أي عدد مقسوم على نفس العدد دائما يساوي واحد أحسنتم تعالوا من أعزائي الطلاب نقرأ هذا التقييم أوجد حاصل ضرب الكسور التالية نأخذ المسألة الأولى من يقرأ معي؟ نعم ثلاثة على عشرة ضرب ثلاثة على خمسة إذن العملية حاصل ضرب كسرين ماذا نفعل؟ نعم نضرب البسطين ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي الناتج تسعة ثم نضرب المقامين أحسنتم عشرة في خمسة يساوي خمسون هل الناتج هنا في أبسط الصورة؟ أم نحتاج أن نبسط؟ إذن في أبسط الصورة الآن ننتقل إلى المسألة الثانية من يقرأ؟ نعم اثنان على سبعة ضرب سبعة على إحدى عشر حاصل ضرب كسرين ماذا نفعل؟ نعم نضرب البسطين اثنان ضرب ثمانية يساوي ستة عشر وسبعة ضرب إحدى عشر يساوي سبعة وسبعون إذن يساوي الناتج ستة عشر على سبعة وسبعون وهو في أبسط صورة أحسنتم ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة من يقرأ؟ نعم اثنان على خمسة ضرب خمسة على عشرون حاصل ضرب كسرين نوجد الناتج بضرب البسطين أولا اثنان في خمسة أحسنتم يساوي عشرة خمسة في عشرون يساوي مئة إذن الناتج يساوي عشرة على مئة هل الناتج هنا في أبسط صورة؟ نحتاج أن نبسط إذن من يبسط الآن؟ نعم نقسم البسط والمقام على العدد عشرة أحسنتم تعالوا بنا نقسم الآن عشرة تقسيم عشرة يساوي واحد ومئة تقسيم عشرة يساوي عشرة إذن الناتج في أبسط صورة يساوي واحد على عشرة أحسنتم أعزائي الطلاب أنتم رائعون أعزائي الطلاب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا طريقة ضرب الكسور وقلنا لضرب كسرين هناك مجموعة من الخطوات تعالوا بنا نطبقها على ضرب هذين الكسرين إثنان على ثلاثة مضروبا في الكسر واحد على أربعة الخطوة الأولى من يذكرون أحسنتم نقوم أولا بضرب البسطين البسط هنا إثنان مضروبا في البسط واحد إثنان في واحد بعد ذلك ماذا نفعل؟ نعم نقوم بضرب المقامين أحسنتم المقام هنا في الكسر الأول ثلاثة مضروبا في المقام في الكسر الثاني أربعة إذا نكتب ثلاثة ضرب أربعة الخطوة الأخيرة أكتب الناتج في أبسط صورة نقوم الآن بعملية الضرب إثنان في واحد يساوي إثنان ثلاثة ضرب أربعة يساوي إثنى عشر الآن نحتاج أن نبسط حتى نحصل على الناتج في أبسط الصورة إذا نقسم البسط والمقام على العدد إثنان إثنان تقسيم إثنان يساوي واحد وإثنى عشر تقسيم إثنان يساوي ستة أحسنتم أعزائي الطلاب نتذكر معنا الخطوات خطوات ضرب الكسور أولا اضرب البسطين ثانيا اضرب المقامين ثالثا اكتب الناتج في أبسط صورة أشكركم على حسن المتابعة وألتقيكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر